الغالي علينا جميعا مش انا واحد يعني الكابتن الكبير جدا اسطورة من اساطير كرة القدم المصرية الكابتن محمد عمر ضيفي في هذه الفقرة يا كابتن عمر مشرف ومنور دايما بسعد وبفرح بوجودك معايا حبيب يا كريم وانا اكتر وانت عارف معزيتك عندي وبحب دايما اشوفك متقلب ومشاء الله عليك ربنا يزيدك يا رب يخليها يا كابتن عمر عايز اتكلم معك في موضوع كتير جدا بس دايما لما بتبقى معايا بلاقي فرصة حلوة ان انا اتكلم على الاتحاد السكندري ياخد مساحته اللي يستحقها للتحاد دايما يعني الاتحاد في الدوري السنية دي في مركز رابع دلوقتي في جدول ترتيب الدوري ماشي بشكل كويس في كثير من الاحيان بعض النتاج السلبية النادرة في الدوري هذا الموسي ورغم كده شوفنا استقالة اخيرة للكابتن طارق العشر وبعد كده تراجع عنها ايه اللي حصل او ايه اللي بيحصل في الاتحاد خليني بس نقطة الحقيقة مدايقانة جدا كريم تفضل تفضل يعني في معظم معظم القنوات الرياضية يعني احنا بنتكلم على مثلا مربع الزهبي مفهوش اهلي وزمالك ورغم هذا تلاقي كل القنوات اخبار اهلي واخبار زمالك ارجوكو نخرج بالحطة دي شوية الا طبعا مجموعة يعني يعني لكن ارجو نخرج بالحطة دي بنحاول طول الوقت لازم والله بنا العالم لازم فيه 16 نادي تحاد والاسماعيل والمصري وبالمناسبة حتى الاندية اللي مش جماهيرية وكل نادي في مكانة جيدة حقه ياخد حقه طبعا فيه 16 نادي لازم ياخدوا حقهم وفي نفس الوقت ما يعني ما نتخلوش الناس تزعل من اهلي وزمالك يعني مش ممكن ابدا تفضل سنتين مثلا بتتكلم في قضية كهرباء هيدفع الغرامة او لا لا عندنا مثلا في نادي الاتحاد سكنداري النادي عايز يبني المرحلة التانية من النادي عشان يلاعمل دخل كبير عشان يقدر على يصرف على النادي يعني احنا عدلها كمان سنة سنتين كده هنتكلم على قضية الشحات والشيبش معه بقلنا ودخلنا فيها احنا مكملين ما معاك والله يا كنتمبر واتفق معاك مليون في المية الاتحاد النادي عظيم وكبير مش محتاجين نقول كده يا مش عمش بقول ان بعرفكم انه الاتحاد النادي عظيم ده الاتحاد النادي التاريخي في مصر يعني طيب ايه اللي بيحصل بقى في الاتحاد هو يعني انا يعني اتفهم تماما ان انت لما تخسر وبشكل مايرضيش حد انك تبقى غطبان كجمهور ده انا تفهم هذا الكلام والجمهور عنده حق لكن حتة التجاوز شوية للبيت بقى والاهل وبتاع يعني دي انا محبهاش لان محدش يقبل على نفسه انه يهان يعني حتى يعني مثلا الراجل اللي شاتم ده يحط نفسه مكان طارق هل يقبل ان حد اشتمه ده بمنتهى البساطة كده وبالبلد يعني فكان فيه الى حد ما بعض التجاوزات في مبارات الاهلي بين الشطين طارق الحياة كان مضغوط جامد طارق بيعد في النادي 24 ساعة على فكرة كل حاجة بيتابعها الناشئين بيتابعهم الفريق الاول الحقيقة مكتهد بشكل كبير جدا يعني ده بالاضافة لان طارق عنده ظرف او امر صعب جدا عائلي ما يعرفوش غير انا والاستاذ محمد مسلحة رئيسي النادي فقط الظرف ده يخلي اي لاعب او اي اسف مدرب يخرج عن تركيزه تماما الظرف اسر يا كابترام اه يعني تمام وبالتالي من هنا مع نتيجة المباراة مع الحقيقة يمكن زعل بعض الناس فطارق خاد قرار انا في ساعتها قلت ده قراري مفعالي يعني لان انا عارف طارق طارق يعني انا مش عايز اقول لتلميذي لا لعب معايا واول ما كانش مقتنع ان يبقى مدرب على فكرة طارق انا اللي اقنعته وخدت معايا لما تقول ان هو كان تلميذي كان طارق مش عايز على تلميذي لا 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 طارق يعني انا بعتبره في مقام ابني على فكرة مش يعني وفي نفس الوقت هو كان منفعل جدا وخد قرار انفعالي انا بعذره عليه طبعا نمكن البعض يزعل منه لكن احنا في النهاية بشري يعني لكن بعد ما اجتمع مع الاستاذ محمد مسلحي يعني واصل اسكندرية بعد مباراة الاهلي على طول قعد مع رئيس النادي ورئيس النادي هنا من الزكاء انه يتعامل مع الموقف في ساعتها خاصة ان طارق برضو من القريبين للأستاذ محمد مسلح واقنعه تماما وهدى الامور تماما وانتهت القصة يعني انا بس عشان نبقى منصفين انا بنعمل مقارنة طارق العشر النهاردة بعد المباراة رقم 22 عنده 35 نقطة السنة اللي فاتت احنا انهينا الدوري بعد 34 مباراة مع مستر زوران عندنا 43 نقطة يعني فرق تمال نقاط ولسه الدوري فيه 12 مباراة اتكلمنا على احصائيات بقى اهداف دخلت واهداف جبناها و و و كله لصالح طارق العشر الحاجة الاهم بقى غاكيمه الاربع عندها اللي في المقدمة دلوقتي او في المربع الزهبي محتفظين بمدربينهم ما عملوش تغيير ده معناه ايه معناه استقرار معناه هدوء معناه رؤية صائبة من الادارات وبالتالي في نتائج صح هتلاقي معظم الفرق بقية الفرق اللي موجودة في الدوري معظمهم عملوا تغييرات نتيجة التراجع النتائج النتائج اللي مش مظبوطة يعني وبالتالي ده حاجة الحاجة الاهم بقى طارق ابن النادي يعني طارق ابن النادي الاتحاد من باب اولى ان انا اصبر عليه خاصة النتائج بتقول انها مش وحش طبيع جدا انك تخسر مباراة تتعادل مباراة تكسب مباراة اما السنة اللي فاتت مع مستر زوران كسبنا اول تلات مباراة وخسرنا التلاتة اللي بعديهم ومشينا على كده فترة نكسب تلاتة ونخسر تلاتة محدش كان بتكلم فارجو بس الناس رفقا بطارق يعني لان طارق ابنكم طارق ابن النادي طارق مخلص للجماهير للنادي وهكذا يعني فا اتمنى بس ان الناس في نقطة بقى مرحز انا اولتقى على الهوى وهولى الحراك والتاني وانت بقى اللي هتفنطها بشكل كويس انا دلوقتي نادي الاتحاد مطلوب منه ايه هل مطلوب من الاتحاد انه ياخد بطولة هل مطلوب من الاتحاد في مركز اول او تاني هل مطلوب من الاتحاد على ضوء هذه الامكانيات بالمقارنة مع الاندية الاخرى انه يبقى طول الوقت بينافس على الصدارة ولا انا اهدافي بتبقى واضحة في اول الموسم على ضوء امكانياتي اننا والله لو بيدفن رب عزيزة بيبقى ده اقصى انجاز وده اللي حاصل دلوقتي مثلا طب هكلمك بمنتهى الصراحة يمكن بالسلسناء مثلا اهل زمالك بيرمز دلوقتي ودي حاجة انا قلتها قبل كده واتمنى الادارات تحطها من اولا وياتها في كل الاندية يعني مش في نادي الاتحاد بس لما بجيب مدير فني انا بقول له اهدافي ايه والمطلوب مني ايه والامكانيات اللي قدر اوفرها ايه بناء عليها بيحطوا الهدف لكن في معظم الاندية الهدف ده بييجي وقتي يعني يكسب مدشين تلاتة او ربع هننافس على المربع الزهري هننافس على الدوري على الكونفدرالي يا جماعة هدوءا عشان كده بمناسبة كلامك عن الكابتن حسام حسن انا برضو قلت قبل كده في استوديو يا جماعة في اتحاد الكورة وناشد اتحاد الكورة قلولنا اتفاقتوا مع حسام حسن على ايه فيما يخص وفي بطولة افريقية قبل كاس العالم ان شاء الله صحيح ما نغلطش الغلطة بتاعت ميستر فيتوريا الراجل هم ماتفقين معاه على كاس العالم والرجل طلع على هذا الكلام ومجلس ادارة اتحاد الكورة مع اللقش وبعدين ما الشرار حلو حاجيلك تاني على كابتن حسام تفصيلا الاهداف نرجع تاني الاهداف الاهداف الاتحاد اهدافه ايه المفروض عشان جمولي بعرف انا معرفش اتفاق السيد محمد مسلحي مع طارق كان على ايه لكن يعني المربع الزهبي بقى حق مشروع لانديه كتير لو كلمنا اهل زمالك بيرامدز مثلا خلاص بقى فيوتشر بقى المصري بقى الاتحاد بقى دخل انبي دلوقتي بقى حق مشروع وبالتالي انا بسعى اليه لكن في نقطة مهمة جدا لما يطلع مسؤول في اي نادي جماهيري سواء الاتحاد او المصري او الاسماعيلي الانديها كبيرة دي ويطلع يقول انا هدفي السنة دي مثلا المربع الزهبي الجمهور بيصدق اذا معنا كده ما طلعش والنتيجة مثلا بتتغير معطشين كسبتهم بعد كده خسرت معطشين رجعت تاني الموقف مش مظبوط عشان كده بقولك من بداية الموسم بقى فيه تحديد هدف وكل ده مكتوب في العقد عشان نتفادل وامكانيتك ايه يعني امكانيتك دي اللي بيطلعك في الاخر للهدف بتاعك يعني مثلا عشان برو انا عايزة اتكلم محرك بصراحة الاتحاد على مستوى الامكانيات بصراحة يعني ما يبقاش في الاربع الاوائل عشان فيه اندية تحته ممكن امكانياتها اكبر فدلوقتي الاتحاد عامل يعني ايه اكتر من توقعات انه يبقى في المركز الرابع الجمهور لازم يبقى فاهم الكلام ده انه هو انه ده مش طبيعي كمان يعني اللي تحتي عنده امكانيات اكبر مني بكتير هو طبعا الامكانيات نادي الاتحاد مش هقارنها باهلي او برامد زمالك يعني مش هنوصل للدرجات لكن على فكرة الامكانيات موجودة والمساعدة موجودة من رئيس النادي لأستاذ محمد مسالحي الحقيقة عشان كده ما بنسمعش شكاو كتير من لعيبة في ما يخص النادي يعني على سبيل المثال وانا كنت بكلم مع أستاذ مسالحي قبل ما يجي يعني أستاذ محمد مسالحي واحد زي ما بلوله مثلا هنقول عقده بـ 200 ألف أو 250 ألف دولار تكلف 14-15 مليون جنيه مش صغير طبعا بالنسبة لوجوده في نادي الاتحاد وقيس على كده بعض اللعيبة خاصة القدامة اللي موجودين بقالهم فترة في نادي الاتحاد اذا الامكانيات المادية الى حد ما بشكل كبير قوي متوفرة في نادي الاتحاد وعملة استقرار الامكانيات المادية بتيجي منين دلوقتي خاصة في ظل تجاهل الحقيقة وزارة الشباب والرياضة انها تساهم وتساعد في تكملة الجزء التاني من نادي الاتحاد السكندري المرحلة التانية وكنا خدنا خطوة كبيرة مشكورا سيدة الوزير وسيدة المحافظة السكندري بعد كده الامر وقفت خاصة ان الارض دي هاكيمو اللي عطهالنا هدية سيدة الرئيس تقديرا لاسم نادي الاتحاد السكندري فمش ممكن ابدا السيد الرئيس الجمهورية يدينا هدية واحنا ما نكملش البنة تما الشغل يشغل في استاد بورسعيد في النادي الإسماعيلي والاتحاد لابد ان كمان لابد عشان يقدر يواجه الحقيقة رول التعاقدات الحقيقة اللي موجودة في مصر اللي بتزيد بشكل خرافي اولا حاجة تكمل كلام حضرتك كمان مهمة جدا ممكن مكنش حد خد باله منها الانديها الجمهورية تحديدا تعاني تعاقديا وعندها مشاكل كتير في الفيفا وقضايا وخلافه يعني وقف قيد الاسماعيلي حصل له ده المصري عنده مشكلة برضو كثير من الانديها الجمهورية الاتحاد رغم برضو من المفترض ان ظروفه تبقى صعب كمان انا ما سمعتش مشكلة في الاتحاد تعاقدية ولا فلوس لعيبة ولا اجانب ولا مصريين ولا اي حاجة دور على الاستاذ محمد مسلح لو النادي دخله ما بيكفيش هو بيتكفل بدون ما يتكلم صح عشان كده انا بقى من هنا يمكن يزعل مني هو لو سامعني وصديقه عمري يعني والشخصيات المحببة ليه قوي اتمنى واتمنى من الجامعية العمومية ان شاء الله انها تغير النظام اللايحة اللي موجود لان هو ديد التاني دورة لي وبالتالي من المفترض مالوش حق الترشح وتضغط على استاذ محمد مسلحي لازم نغير اللايحة لازم يستمر عشان نتفادى فجوة كبيرة على الاقل لحد ما نبني المرحلة التانية ويبقى فيه داخل للنادي لو استاذ محمد ما عندوش الرغبة يكمل بعد كده يبقى فيه يعني اللي جاي مايدخلش في متاهة يعني لو مايدطرش يدفع من جيوه مش هيقدر يدفعه من جيوه ما فيش حد ما فيش حد ما دي برضو من الحاجات المرهقة جدا يا كابتن عمر وتحديدا في الاتحاد فكرة الاعتماد دائما على شخص واحد والشخص واحد دائما بصراحة يعني هو السيد محمد مسلحي دائما لا اسمع السيد محمد مسلحي واللي حراكي قلده دوت أنا ما اسمعه حتى من المقربين يعني نوع راجل بيدفع وفيه ناس بتدفع وتحب تعمل الشمع الدفع هو بيدفع وما منسمعش كلام ولا حديث ولا بيطلع يقول أنا دفعته وعملته ودفعته كم مليون بس الحد قمت ما قال للتحاد عشان يستمر طول العمر نادي كبير وعظيم وتاريخي لازم يبقى عنده الموارد بتاعته اللي ييجي بقى يا رئيس نادي مش مشكلة من هو اسمه أو يقدر يدفع ولا ما يدفعش وعشان كده أنا اتكلمت وبناشي التاني سيد الوزير وزير الشباب ورياضة العزيز الحبيب لي أنا شخصيا يعني اللي هو يكمل الجزء اللي بدأه لما رأى عمل زيارة نادي الاتحاد اسكندري ووعد إن شاء الله أنه هو الجزء التاني أو المرحلة التانية من نادي الاتحاد اسكندري دي هتحل كل مشاكل نادي الاتحاد اسكندري المالية لأنه يبقى فيها جزء كبير استثماري فيها ملاعب لأنه ضعف في المساحة ضعف نادي الاتحاد اللي موجود في سموحها دلوقتي حوالي 8 أو نص فدان دول الحقيقة يحلوا مشاكل كتير جدا في نادي الاتحاد اسكندري عشان كده الأمل في هذا المشروع أنه يكمل اللي بدأه سيادة الوزير الحقيقة أرجو أنه يكمله ويبعت التمويل اللي لازم لنادي الاتحاد اسكندري ولازم السيد محافظة اسكندري برضو وحبيب وأخ وعزيز أنه لازم يبقى لي دور في هذا الموضوع نادي الاتحاد اسكندري صراحي كبير نادي الاتحاد اسكندري معقل اجتماعي ورياضي على فكرة وسياسي فأرجو أن الناس تتحرك عشان نادي الاتحاد اسكندري ما يخشش في مرحلة مش كويسة عظيم ده فيما يخص نادي الاتحاد اسكندري نهاردة تصريحات كثيرة لكابت الحسام حسن مع السيدة الصحفيين هل قرأت أي منها بشكل ما هل في تصريح معين أنت وقفت عنده لأ أنت قولي نقط وأنا عشان أقول لك واحدة عشان ما أريدش عن الحقيقة كابتر حسن حسن مثلا من الحاجات التي تتكلم عنها أنه لما بيروح المدرجات يفرج على اللاعبين مش قادر يطلع لعيب جديد من الدول المصري يضيف المنتخب مصر طيب كابتر حسن بقاله قدي إيه الحقيقة متعين شوره ليا ولي كم شر آه قبل الكم شهر دي كان هو بيحل المطشاط الدوري مثلا أو المطشاط المنتخب وبالتالي هو عارف كل لعيبة مصر مش من المنطق أننا بعد ما تولى بكم شهر أقول ما فيش في الدوري المصري إذا كان قال هذا تصريح ده مش منطقي على الإطلاق وإلا يعني من أنت كنت بتحل قبل كده يعني وبالتالي هو بس عشان الكلام يبقى واضح هو تصريحه الدقيق أنه مش لاقي لعيبة جديدة غير القامل اللي موجود لعيبة جديدة يضمها المنتخب مصري آه ودي مهمتك آه مدرب أنت ممكن بتتوسم الخير في لعب لكن عنده بعض النواقص يمكن أنا سمعتك ونت بتتكلم لا اللعيبة المصرية هي الأفضل في إفريقيا ونتائج الأندية بتقول كده والمنتخب إذا معنا كده طيب هرجع وكابتر حسام كان موجود معنا في سنة 86 بطولة إفريقيا اللي كانت في القاهرة طبعا المنتخب المصري هو المنتخب الوحيد اللي ما عندوش لاعب محترف واحد في أوروبا في حين كان الكاميرون كانوا قتاها 22 لاعب أو 21 لاعب كلهم في أوروبا أكبر عنده في أوروبا كدفور المغرب تونس كل المنتخبات كان عندها أقوى اللعيبة في إفريقيا وإحنا اللي خدنا البطولة بدون لاعب واحد محترف في سنة 86 إذا معنا كده اللعب المصري على فكرة بيتفوق في الزكاء الميداني والمهارة عن اللاعب الإفريقي اللي بيميزه شوية عن اللعب المصري حتة القوة والسرعة والكلام ده لكن الزكاء الميداني والمهارة اللعب المصري هو الأفضل وعشان أكون دقيق في كلامي لعب اللعيبة لعبة شمال إفريقيا تحديد تونس المغرب الجزار عندهم حتة الزكاة وعندهم حتة المهارة عشان كده بنعاني كتير قوي مع شمال افريقيا بس كابتا عمر برضو في صعوبة ما وجهناها مع منتخب مصر السنوات الاخيرة انا معايك انه مسلا جيل الفين وستة حتى اللي هو ستة وثمانية وعشرة محليين عندنا اكتر بكتير من المحترفين وكنا منتفوق التفوق الكبير ده بس انا حس ان مسافة بعدت ما بين مستوى اللاعب المصري المحلي ومستوى اللاعب الافريقي اللي بيلعب في اوروبا بعدت قوي ما بقيتش قريبة زي الاول فكنا منتفوق اللاعب بشوية تفاصيل تانية بعدت ويعني انا معاي انه انه مسلا احنا متفوقين هنا تاخل الكرار الافريقية طبع زي ما حكا قلت الاندايا والمنتخبات لكن لما منيه نلعب بقى مالعيبة هي الافضل في اوروبا افريقية بتلقى افضل في اوروبا بنحس بالفرق يعني هم السببين السبب الاولاني يخص الافرقى نفسهم بدأوا ينتبهوا لقصة اللاعب انه لازم يحترف في اوروبا وهو في سن صغير ايوه 14-15 سنة بيروح يعني هقول ايه جملة كده بيروح مثلا ريال مدريد او برشلونة الاكاديميات والناشئين والكلام ده كله بيصنفروا الولد تعليم صحة تعليم طرق لعب تحركات كل الكلام ده نائس اللاعب الافريقي اللي هو من القرى السمراء فده جزء الجزء التاني وده مهم جدا هي كرة القدم كل فترة بتجيلك اجيال مختلفة وانت وحظك يعني جيل لخذ تلت بطولات مع كابتن حسن شحاتة جيل جيل في وقت لعيبة كاملة متكاملة او التيم كامل متكامل جيل بعد دي جيل محمد صلاح اعتماد بشكل جدير جدا على محمد صلاح ويمكن ترزجيه شوية وهكذا يعني فانا من وجهة نظري هي اجيال مع تقدم الكرة الافريقية فبقت المنافسة شديدة جدا بقى صعب جدا زمان كنا بنكسب الافرقى دول خمسة وستة هناك في ملعبهم حتى لو معهم اقترفي امكانيات جيل طيب كابد الحسام حسن كمان كان متحفز على ما اسمه اراء بعض المحللين انه الوصول لكياس العالم سهل وانه الموضوع بسيط جدا وقال انه انتو بتصدروا انه الموضوع سهل وبسيط وده مش صح طيب خلينا يعني جزء كده صغير من الموضوع انا معاه في حتة ان يعني مفيش حاجة سهلة دلوقتي خلاص انا بتفق معاه في هزا صحيح طبعا خاصتها من الكلام مثلا بوركينا فاسو ومعظمها كلهم محترفين في اوروبا صحيح او كلهم يعني حتى غيني اعتقل فيها محترفين كتير صحيح او الحاجة التانية حتة التحليل يعني برضو كابتن حسام عشان ما يحملش نفسه في قطقته ياخد الموضوع بهدوء خاصة انه هو كان محلل في الاصل صحيح يعني انت حللت فالمحلل بيقوله وجهة نظر يعني ما بيفردش حاجة على المدرب وما يقدرش يفرد حاجة على المدرب طبعا خاصة لما يكون بقيمة حسام حسن ياني وبالتالي ما ياخدش الامور الحقيقة بشكل ممكن يخرجه عن تركيزه يعني فالمحلل بيقول زي ما هو عايز لانه هو بيقول وجهة نظر فما اقدرش حزبه عليها لانه ده شغله لكن لما احلل بشكل فيه تجاوز واتكلم دايما واقول لازم لازم لا ما فيش حاجة اسمها لازم التحليل برضو يا كريم عشان يعني ندي الموضوع حقه باي حد بيحلل ده بطا ما تزعلش مني يعني ومش شرط العيبة كور تحليل له قصص وقواعد ما ينفعش انا اقول كان لازم المدرب يعمل كده لا انا اقول وجهة نظري كانت واحد اتنين تلاتة طريقة اللعبة كذا التبديل كذا وهكذا يعني فارجو كابتن حسام ما يزعلش ويركز في شغله لان كل امل الشعب المصري ان مصر توصل افريقيا ان شاء الله تاخدها ومن بعدها كاس العالم كله بيتمنى هذا وساعتها يشيله كابتن حسام على دماغهم عايز بس اخد جزء اخير من الاقل وكابتن حسام حسن وبعدها كده عايز اسألك كمان عن موقف الزمالك والاهل افريقيا كمان كابتن حسام حسن علاقته بمحمد صلاح منزو تولين مهمة واضح انه العلاقة مش افضل شيء ونهارده قال انه الاتصالات بقت قائمة وان شاء الله الامور هتتحسن تكلم برضه لعمر مرموش النهارده انه طلب انه يعمل عملية او انه هو ناديه في احد اصابعه وطلبت من عمر مرموش انه يأجل العملية بس عمر مرموش خلى ناديه يبعت انه مش هينفع تتأجل العملية عشان كده مش يبقى موجود في قائمة المنتخم كابتن حسن حسن ازاي يتعامل مع اللاعبين تحديدة المحترفين الفترة اللي جاي هو بس الحقيقة انا لفت نظري مشكلة مثلا كابتن حسام ومحمد صلاح هي ايه المشكلة يعني اساس الموضوع ايه انا مش فاهم الحقيقة فجأة اللي انا بيقوله حسام حسن مشكلة مع صلاح وصلاح رافض يرد طب هي ايه المشكلة هل مثلا كابتن حسام انتقده قبل ما يتولى التدريب ايه دي الحكاية هي دي الحكاية يادم حسام حسن في احدى البرامج بينتقل محمد صلاح مع المنتخب والموقف الاخير في كلاس الأوم الأفريقية فصلاح زعلان فيعني الحكاية كده يعني والله اذا كانت كده يبقى محمد صلاح مالوش حق بامانة ربنا لان احنا لسه بنقول دلوقتي ايه المحلل يقول زي معايز فحسام كان محلل وقتها فما يصحش صلاح يزعل بامانة ربنا يعني رغب طبعا نلاغينا عن محمد صلاح يعني فيش كلام يعني واعتقد محللين كتير وانا واحد منهم في مباراة انتقدت محمد صلاح امري طبيعي مش معنى ان انا بنتقد لاعب ان انا بكرهه او في موقف او في موقف يعني برضو لازم يعني نترفع شوية ونفكر بعمق شوية الحقيقة يعني فانا شايف ان الامور سهلة وبسيطة محمد صلاح تم مهو انتقده كتير في ليفربول صحيح يعني ما ما تأثرش بل زادته اسرار ورجع تاني احسن من مكان فارجو واتمنى ان الكابتن حسام ومحمد صلاح فاقرب وقت لصالح الكرة المصرية والصالح مصر احنا في مفترق طرق في وقت محتاجين كل لاعب وكل شخص مصري يزافر او يساند بهذا المنتخب لان قدامنا كاس عالم وحنا على ابواب كاس العالم بالتحديد انا مركز على كاس العالم يعني صحيح والبطولة الافريقية من قبليها فانا شايف الموضوع يعني ما يستدعيش كل القصص والمواويل دي وتدخل الوزير وتدخل لكن في النهاية هو اتحاد الكرة ده فين؟ دروا ايه؟ فارجو ان يبقى فيه تدخل منهم لان هم اللي بيديروا الكرة المصرية وبيديروا المنتخب ما يصحش ابدا مشكلة صغيرة زي ايدي تاخد كل هذا الوقت يعني موضوع كبر على الفاضي زيادة ودمه بقى بايخ والسبب صغير ما يستحقش الحقيقة صحيح ينفع يخص بشكل اما موضوع مرموش الحقيقة فيعني انت عارف كل واحد بيدور على حقه النادي بتاعه هناك عايز يعمل عملية مثلا دلوقتي عشان يبدأ يخف بدري عشان العملية ما تطولش يا حسام حسن محتاجه يبتتوقف على مدى العلاقة بين يعني النادي هناك واتحاده كورة لو في ناس بتعرف تديروا الامور بشكل صحيح في اتحاد الكورة المصري اعتقد الامور ممكن كانت اختلفت لو العملية بسيطة وممكن تتأجل لكن لو عملية مش ممكن تتأجل ما قدرش اغامر بلاعب هحتاجه بعد فترة عايز استغل فرصة انت موجود معايا حضرتك موجود معايا واتكلم معاك في نقطة في منتهى الاهمية دائما في النص التاني من الموسم تكثر البيانات بيان من النادي الاهلي بيان من نادي الزمالج من الاتحاد من الاسماعيلي من مصري من برامنز من كل الانداء والكل معترض والكل متدايق والكل زعلان امتى نخلص من الحكاية دي؟ امتى اتحاد الكورة يكون اللوائح بتاعته واضحة وقوانينه واضحة عشان ما نخشش دايما في الحكاية ديت انا كل يوم دلوقتي انا في البرنامج هنا تقريبا بقرة بيان كل يوم نعملها ازاي يا كابتن عمر؟ بص هو ما بني على باطل فهوة باطل احنا بقلنا فترات طويلة جدا القوانين بتاعتنا لغريتمات قوانين محتاجة الحقيقة تتفارمت بشكل كبير جدا ونبدأ نحط قوانين على أسس الكلام ده ياخد مننا وقت طويل قوي الحاجة التانية مع احترامي طبعا اتحاد الكورة لازم يديروا خبراء في الكورة خبراء في الإعلام خبراء في القوانين الموضوع ما ينفعش ابدا اجيب مجموعة وخلاص يلا وكسبوا انتخابات وهمية والكلام الفارغ ده يعني يعني هو فيه اكتر من الانتخابات اللي تعملين ما يصحش وبالتالي انت محتاج اعادة تقييم للمنظومة الريادية في مصر ده ده شيء مهم جدا وتبني عليها ساعتها لو انت يعني وليس سعودية مثلا مثلا على سبيل المثال الامور ماشي عندها بمصطرة لانه بتطبق قوانين قوانين صحيحة وصارمة دون النظر للون النادي ده او ده نادي الاهلي بالتحديد نادي مؤسسة كبيرة ونادي حقيقة ماشي بنظام حقه تماما انه يستفسر او يعترض ما نقدرش نلومه على هذا الكلام ده 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 كل الاندية كل واحد عنده حق او شايف ان انا عندي حق من حق ان انا اسأل واسطفصر بالزبط كده خاصة ان يعني لا في تهديد ولا في ان لو كذا حصل كذا هنعمل كذا ما فيش هو بيان محترم ده حقه طالما محترم تحت الكرة يرد بالمستندات او بالقانون او ايا كان يبقى في النهاية هنلف ونرجع عشان محدش يعني يخرج عن النص حط قوانين صح طبقها صح دون مجاملة يعني كل مرة بنسمع اول الموسم لا تأجيل للدوري وتاني يوم نلاقي تأجيل معظم الدوري وبالتالي هنا القوانين نقصة فانت هتعوز الناس تحترم ازاي القرارات وهي مش مبنية على قوانين بالمناسبة يا رأيك في الايام اللي طلبها زيادة كابتن حسام حسن في المعسكر اللي جيدة بس انا معاه بقى في دي مليون المية وليه بقى ان انا مرد بالجزء ده وانا لاعب ومؤمن به تماما واتكلمت فيه كتير جدا منتخب مصر ما بيحصلش على بطولات او يبقى ند قوي جدا في كل البطولات الا بالمعسكرات الطويلة وارجع للتاريخ كل البطولات اللي خدنيها بمعسكرات طويلة ثلاثة مع الكابتن حسن شحاتة مع الكابتن جوهري اعتقد تمانية وتسعين وساعتها لغى الدوري عشان وصلنا كاس عالم مع مايك ريسميس ستة وتمانين احنا كنا عادنا تلت شهور معسكر بس كان وقتها الدوري منتظم بينتهي في معاد فعندك فترة التوقف بين الدوري والدوري ممكن نسعيتها ببتلت شهور او شهرين ما هي دي النقطة يا كابتن عمر ما انا لا عايز ادقشك فيها دلوقتي تبقى الظروف اللي احنا فيها وعدد المتشاط الكبيرة تلقى معظم الاندية وعدم انتظام المسابقة معقولي نادي يقولك تماميش انا مايفق توقف الدوري اخد منتخة مصر اما حاجة في حياتنا بس هتعوضني ازاي ماليا وهتعوضني ازاي بالاصابات لعبتي وهتعوضني ازاي الغيابات وتفاصيل برضو مؤقتة جدا ما كل واحد زي ما حركباليسة بتقول على اللعيبة والاندية في اوروبا بيتبص المصلحتها ما والاندية اللي في مصر هنا هتبص المصلحتها برضو بتتكلم على ثلاث تيام زيادة او اربع تيام يعني النادي مش هينضر ورغم هذا زي ما بنقول لو في جدوى المعلن فيما يخص الدوري لحد نهاية الدوري خلاص وفي نقطة الاندية بتحارب عليها وانا شايفها انها غلط دي كلفة اعباء مليئة كبيرة جدا على معظم اندية الدوري اللي هما ما عندهمش موارد الاهل والزمالك وبرامدز هذا الموضوع هو القيد تلاتين لاعب ليه بل انت بتحارب عشان يتأيد تلاتين لاعب ليه وعندك خمسة تحت السن هدي خمسة وتلاتين لاعب عندك في القيمة وعندك مجموعة ناشئين ممكن تاخد منهم زي ما انت عايز طول الموسم يعني بنتكلم في خمسة وتلاتين اربعين لاعب طب انت بتجبرني كاتحاد الكرة وبتضغط علي ان انا سجل تلاتين لاعب في القيمة ليه معشان المواقف دي ضغط المباريات دي انت بتمدي على ورقة ليه قبل او بتمدي على القرارات ليه قبل ما يبدأ الدوري موافق ان يبقى فيه ضغط فهو موضوع القيد دي ما يخص القيد بصراحة دي حاجات حسسة جدا كلفت اندية كتيرة مش غنية عقود كتيرة جدا انا من وجهة نظري لازم هما الخمسة وعشرين لاعب فقط لان حتى انت بتحتكش طول المسم خمسة وعشرين لاعب وبالتالي التلاتين دولات انا بيبقوا مغزن مغزن لبعض الاندية يطلعوا اعارات يستفيدوا ماديا خير وبركة مفيش مشكلة لكن الزيادة عندي ما نسيبه هياخدوا نادي قليل في الامكانيات الولد هزر فيه طالما لعيب كويس الدوري هيبقى قوي فهي القصة مرتبطة ببعض لكن انا شايف الحقيقا يعني حسام عنده حق مليون في المية لانه برضو بيدور على مصلحة البلد كل الدوري والمسابقات وبتاع بتصب لمنتخب مصر صحيح الزمالك ونهض البركان نهائي اركون فيدرالية بعد مباراة الزهاب شايف مواقف الزمالك عجيز انا كنت سعيد جدا مبارح لما الزمالك جاب جون شوف رغم انه خسر فيش مشكلة خالص الجون على فكرة ده بيدي امان خارج الملعب خاصة لو الفرق هدف واحد بيديك امان غير عادي حتى لو نلاحظ الفرحة كانت عارمة لعبة الزمالك والجهاز لان الهدف له معاني كتير قوي طبعا يعني مباراة الزمالك شوفنا مبارح انا يمكن تعليقة واحدة بس الحقيقة وهي حتة سامسونج بيلعب جناحة يعني افهم احطه تحت سيف الجزيرة في العمر ولعب بيه بعد المباريات ويسجل ماشي جناح له مواصفات سرعة وخفة ومهارة ويعدي ويعمل كرة عرضية ده مش موجود في سامسونج سامسونج اللي عيب صندوق يجيلك من تحت او يشتغل من جوه الصندوق هيبقى كويت فدي اخلت الحياة بالفريق وشوفنا الجابهة الشمال مستباحة بتاعت نادي الزمالك اللي فيها احمد فتوح حاجة كان بيساعده دفاعيا ابدا يمكن ضبطت شواء لما بدأ يميل عليه زيزو فالشوط طلع بالشكل اللي مش ظريف ابدا بس ليه رجاء الاحسام عبد المجيد الحياة العيب مجتهد او كده لكن ارجو ما يحاولش قدر الامكان يبدأ الكرة من تحت بان الحياة الباص بتاعه مش مظبوط يعني مش النهاردة بس في مطشات كتير الشوط التاني شوفنا الزمالك مختلف لما قعد تنظيم الفرقة خاصة كمان بعد ما خرج سامسوند زمالك سيطر بشكل كبير جاب الهدف انا بعتقد انه هدف الامان مباراة ان شاء الله اللي جاية فوزت الجماهير الغفيرة بتاعت نادي الزمالك لعبة الزمالك بتتقلق بتتكلم على نهائي يعني يفوز هزار فاعتقد قادر الزمالك على انه يجيب هدف ويفوز بي على الأقل محمد مواجهة كبيرة تجمع الاهلي بالتراجي في النهاية الافريكية والأهلي المرر خمسة على التوارف النهاية افريقيا شايف المواجهة دي هتكون عاملة ازاي هي الحياة بتختلف عن مواجهة الزمالك انا شايف نهضة بركان يعني فرقة مكتهدة لكن سهلة انك تفوز عليها انت بتتكلم هنا على الاهلي والتراجي ناديين الحقيقة عندهم الخبرات الكبيرة جدا عندهم التعامل مع المواقف الصعبة التعامل بشكل جيد جدا في البطولات خاصة في النهائيات يعني كل الامور فيها تشابه وان كان النادي الاهلي اكثر خبرة واستقرارا في هذه الجزئية وفي العادة ما بيفرطش في اي نهائي يمكن التراجي يعني من سنتين فاتوا كان الحقيقة في وضع مش كويس ما كانش بيقدي بالشكل المطلوب يمكن بدأ السنة دي بشكل جيد بقى فيه تنظيم بقى فيه خبرات موجودة جوه الملعب فهي مباراة صعبة لو قدر يعد النادي الاهلي واعتقد يقدر يعد بمنتهى السهولة لان مشكلة الترجي ان انا يعني خط مبرامة الترجي الحقيقة في البطولة العربية هناك في رادس عنده مشكلة في حتة قلبين الدفاع في ناحية الدفاعية هم ممتازين في الكرات العالية الارضية فيها مشكلة بيلعبوا على خط واحد وهكذا يعني فاعتقد النادي الاهلي لو قدر يستغل هناك وهو قادر بس انا من وجهة نظري وجود افشى دروجي افشى دروجي اه هناك هيهاجم هيهاجم الترجي فيه مساحات قردي في قلبين دفاع بيلعبوا على خط واحد اذا هنا الاختراقات اذا كان من برسيتاو او من حسين الشاحات او ريدا سليم او ايا كان يعني محتاجة دقة في التمرير انت عشان تحط تمريره بين اتنين مدافعين عايز الراجل عنده دقة والحتة دي تتطلب صانع لعبة احنا ليه لحد دلوقتي بنقول احسن صانع لعبة في مصر عبدالله الصعيد رغم ان تسعة وتلاتين سنة عشان عنده الجزئية دي سهل جدا يوصل مواجمين واستخدم المساحات اللي هيشتغل عليها اكيد النادي الاهلي فانا شايف النادي الاهلي باي حالة من الاحوال صعب يخسر هناك وسهل جدا يكسب هنا صعب يخسر هناك وسهل جدا يكسب هنا مواجمين احضر لك متفاعد ان اذا ااخد دول افريكا زي ملك ااخد الكونفيدرال ببساطة هم الاقرب عمليا وكل شيء كابتن عمر دايما تشرف ودايما تنور دايما وجودك عزيز علي جدا انا بشكرك شكرا يا كريم انا اللي سعيد جدا وانا معاك وانت عارف في اي وقت انا موجود انت خويا حبيبا صحرناك النهاردة صحرناك شكرا شكرا